بل لو لم يكن لنفسك إلا أدنى جزء من الحس لما أجاز لك أن تؤثري هذا الوقت الزميم على ساكة السيد العظيم هايل كويس أوه نادر كله ماشي مظبوط المهم من أول دخولك لحد ما تركع تحت رجلها ده الجزء المهم أوي ليه؟ آه أوي أوي أهل سيد مرجان أهل سيد مرجان أهل سيد محمد أبو داود المخرج الكبير أهل بيك أفضل أهل وسيد محمد فضل فضل من هناك يا دكتور يلا التوفيق الله يخليه يا أهل وسيد يا أهل بيك أفضل إيه؟ عايز تمثل؟ يا ريت والله يا أستاذ طيب إحنا بنعمل هاملة ده حبيبي أفنم؟ حبيبنا يعني آه آه إنت حتقولي الجملة دي لقد وقعنا في الفخ لقد وقعنا في الفخ لأ قولها تاني بقى من فضلك لقد وقعنا في الفخ أستاذ مرجان يوسوف عشان تمثل لازم الأول تستحضر مكنون الشخصية هو الشخصية مكنون؟ لا مكنون الشخصية يعني إيه يعني أنت دلوقتي أي شخصية بيبقى لها أبعاد عشان نعمل أبعاد دي عشان نوصل للباعث فالإحساس يطلع مصبوط فده ماكنون الشخصية كله تقفل الجملة دي بس أنت تقولك بايس طيب جايز؟ جايز طيب فضل حضرتك على المسرح هتوقف في الكلوس هنا فينه؟ الفتحة اللي هناك دي الكلوس ده هتوقف لحد مدير خشف مصر حيقولك تفضل هتخش تقول لقد وقعنا في فخ ها تفضل يلا يا سادزة كله في مكانه لو كم البصله بلا سمع والسمع بلا لبس واللمس بلا شم بل لا لا ماكن لنفسك إلا أدنى جزء من الحس لقد وقعنا في الفخ لقد وقعنا في الفخ هادي ما سيكها ليه لقد وقعنا في الفخ لقد وقعنا إيه إيه لقد وقعنا في الفخ لقد أخش يمتى يا أستاذ Die دخلتك غداك يا سيد راضي يالله علاج اروح الحمام حمام اي ديلوقتي يالله يا أستاذ لقد فقعنا في الوقخ لقد تشخمنا في الشه؟ لقد تلصفعنا في الفح لقد وقعنا في الفخ فاجأنا في الحس مللمعة قد وقعنا في الفخ فقعنا في الفق لقد طوعنا في الفيخ يا حس إيه طوعنا في الفخ ايوه حسن لقد وقعنا في الفخ يا باشا طب خد بقى هاملة هو معاك قوله انت قوله قولك جائزة احسن ممثل في الجامعة للطالب مرجان احمد مرجان انا اهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس رعي الفنون في مصر حراب 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 انا ايسي ما دفقك ايهان للحضرات ايهان للحضرات ايهان للحضرات ايهان للحضرات ان مرجان احمد مرجان رمز من رموز الفساد التي يجب ان نقتصها من جذورها لقد صرت الجامعة مكانا لعرض مصرحيات الكاتب الغربي الانجليزي الفاسق الفاجر ويليام شيكسبير اخواني انها حرب الافكار وهجمة الغرب على عقولكم اللهم اشتركوا في القناة 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 الجماعة اشتركوا في القناة الله الواحد بالفروس خود في الجامعة اتعمل ايه في حكاية المصاريف دي معنا الحمدللّه داخل الجامعة بمنح التفوق اendesكن فينا محمود في البصراوي فين البصراوي بصراوي دي فين دي 然後 مصنع الكراسي وراء مصنع الكراسي اه والحيتة التندل فين يعني فين بابة عند المصنع الكراسي في البصراوي أهلا لها إخواني لا يجب أن تحركنا الأحقاد على الناجحين والمتفوقين لقد هاجبنا هنا من نفس هذا المكان الزميل والأخ الفاضل ذو الوجه البشوش مرجان أحمد مرجان ووصلناه بأسوأ الصفات ولكن ما أن وضحت لنا الحقيقة حتى رجعنا عما كنا فيه وندمنا على ما فعلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله بالغطيب الجامعة بعيد هناك التميت فدان للحوالية دي أرضي فاضية تبع الجامعة برضو مزبوطة دفع مزبوطة مرجان بي إحنا هلقسم الأرض دي هنا حيبقى فيه مساكل للطالب المغتربين ودي فلال للإخوة العرب اللي حيجوا تعلموا هنا عندنا في الجامعة نظام فندقي خمس نجوم دي منطقة مطاعم مطاعم كلها توكلات أجنبية مطاعم سوبر لوكس ممتازة طبعا إحنا مش هننسى أعضاء هيئة التدريس ده أنا عمل لهم شوق دوبليكس حكاية الآهل بقى بدل ما يصرفوا فلوس أهليهم على الديسكوهات أنا عمل لهم هنا ديسكو ديسكو في الجامعة يا مرجان بيه؟ بدم تحت عينينا وإشرفنا المانع أه؟ وإيه ده؟ ده حاجة لله ده دامع ومعهد ديني هيبقى جنبيه كم محل كده لبيع ملابس المحجبات أنا عاملي هنا بقى شارع للعيال جوا الجامعة برضو عشان يعملوا فيه مظاهرات بدل ما يخرجوا بره واتخلقوا مع الأمن ويعملون نزيطة ودوشة يعملوا المظاهرات في الشارع نجيب لهم شوية زرط على شوية طوب على كام كويتش محروق على حاجات مندي وخبالك ونجيب لهم كم موظف نلبسهم أمن مركزي ونبقى كلنا مع بعضية لقى بس إيه دور الجامعة في مشروع كبير زي إيه ده يا مورجان بيه؟ المشروع ده هيكلف روما ميت مليون جنيه إنتو حتدفعهم متين وأنا هتدفع متين أيوة بس الجامعة تدفع متين مليون جنيه منين؟ بتلفزنيها بفيهاش ولا مليم منتو؟ هتاخدوا قرض؟ قرض من البنك؟ لأ منك ليه؟ أنا هتفعلكوا القرض وتبقوا تسددوه على عشر سنين من الأرباح أه مورجان بيه؟ الموضوع ده كبير محتاج لتفكير ولا تفكير ولا حاجة المشروع ده هيغطي التكاليف وبعد سنة وغاحدة والسيادتك عتبقى رئيس مجلس إدارة الشركة اللي هتتعمل يعني كل حاجة عتبقى تحت عينيك أنا حبقى العضو المنتدى بيضو بقى أنضع الشيكات بس نقول مغروج؟ إحنا كلنا لازم نقف ونتصدى للمشروع ده مش هنقبل بأي حال من الأحوال إن الجامعة تتورد في صفقة مريبة وحقيرة زي دي كلنا معاك يا دكتور لو الصفقة دي تمت كلنا هنسيب الجامعة لا للسمصارة لا للعمولات لا للفساد لا لا ماذا؟